السلام عليكم صباح الخير عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا بي خير وعلى خير عيدكم مبارك سيد وان شاء الله بصحيحة والسلامة واللي فقعت ترجع حاجة ربي يحققها له وربي عدتكم وان شاء الله يا ربي يرفض علينا هذا البلاء وان شاء الله ترجع ترجع حياتنا كيفما كانت واحسن من اللي كانت ان شاء الله يا ربي ربي يرزق الجميع صحيحة والسلامة هاد النهار هاد نقدم لكم روتيني ويزن نهار العيد كيفاش تبوس انا وبنتاتي النهار وكيفما كانت تشوفو حتى انا درج جليل بادي يالي ديا النهار العيد واخه الغرباء واخه نييا فرنسا كنحاولو نخلقوو ذاك الجوو ديا اللي لعيد واخه نييا فرنسا ما كانش نجيو ديا اللي ولكن حنا كنحاولو نخلقو ذاك الجوو ديا اللي ليد يجلي لي بدياني قولوا لي كي جاتكم يا بك فيما قلت لكم وخال غربة الإنسان خصو يخلق ذاك الجو ديال العيد وحتى الوليدات كيتعرفوا على التقاليد ديالنا وتيتعرفوا على الأعياد ديالنا وخصنا نفرحوا إحنا وليداتنا ونفرحوهم والمهم قولوا لي كي جاتني جلا بدياني وقولوا لي في الكومنتر وجدت حسن مع الصندالة ولا مع ذاك الليبوت المهم ما نطولش عليكم الصباح ديال العيد وجدت الفطير ديالي عادي ما كنت بغيان وجد المسمن وندير بغرير وندير قاتو وندير سعا ما كتابش المهم منويت اني افضل من العمل والحمد لله تاتشي الخير والباراكة ما مزيان شعبتاني الإنسان يكتر بزاك شي كي بقاه كيدعب ديال ما كيبغي السيديروبي وهنا كيف ما تشوفوا من بعد الفطور بس هاد القفاة ديالي خفيف كيف ما تتشوفوا انا كيعجبوني الحوايج تقليديا ولكن في نفس الوقت تكونوا عصريا وتكونوا مريحين وتكونوا بخاتيك المهم قلولي كيف جاكم الدق ديالي وكيف جاكم الحوايج ديالي البلديين ويلا عجبوكم هادي نخليكم في صندوق الوصف ديالكم سمحولي في صندوق الوصف ديالي ماشي ديالكم هادي نخليكم لكوردوني ديال خياطة ديالي اللي تبارك الله عندها عندها موديلات وعندها خياطة زوينة تبارك الله راها في المغرب وكاد ليفري لقاع المغرب وعندها موديلات زوينين وشي حاجة راقية وزوينة ومن بعد ومن بعد حنيت البنيتاتي انا بنتي كيحمقوا على الحنة نوم هالمون كان ديالهم الحنة في سبعة وعشرين ولكن معا كانوا قاريين وهذا وجهت هاد الفرصة انهم مقرأ وش الارباع والخميس والجمعة والسبت والحد يعني كان عندهم بحال شكل ديال عطلة هي هادي ما حنيت لهمش سبعة وعشرين وخليت حتل هاد الفرصة باش حنيت لهم وفي نفس الوقت بنتي كبيرة عرضت على صاحبتها فرنسية دوزت معانا العيد وباش تعرف على الأجواء ديال عيد ديالنا وعلى التقاليد ديالنا ايوه وعجبها الحال بزاف بزاف وحنيت البناتي حنيت لها التهياء حتى اي فرحات بزاف وبناتي التهياء متن فرحهم ديما فهكا في المناسبات العيد العيد ولا المناسبات الدينية الإسلامية ديالنا كنفرحهم كندير لهم هذك الجو ديال العيد وباش يتعرفوا على الأعياد الإسلامية ديالنا وباش يتعرفوا على العادة ديالنا والتقاليد ديالنا والعادة الإسلامية ايوه كنحاولوا نديروا جهدنا مع الوليدات هنا يا مع الغربة والكمال لله وربي عاوننا صراحة التربية هنا يا في أوروبا ماشي سهلة وباش تتعلم لوليداتك العادات والتقاليد والدين الإسلامي يعني راح ماشي سهلة والناس اللي عايشين في أوروبا راح عارفين هاد الشي وهدي أكدوا هاد الشي اللي تنقول أنا يا المهم كنديروا من جهدنا ولكمالوا على الله وربي عاوننا وربي يهديهم وربي اللي عندو شي وليدات وربي إن شاء الله يصلحهم ويجعلهم من درية صالحة إن شاء الله يسدي يا ربي المهم حني كل بنتي الصغيرة ودبا كان حني لصاحبت بنتي الصاحبت بنتي المهم قولوا لي كيف جاكم النقش ديالي واش كان عارف النقش ولي كان خربك خليوا لي في التعالق ديالكم الرأي ديالكم في الحنة ديالي وخليوا لي الرأي ديالكم وشجعوني وشجعوني أنا عندي بزاف ديالهوايات وعندي بزاف ديال الحوايج اللي بغي نتقسمه معاكم ولكن خاصني شجعوني باش نوريكم أكتر ونتقسم معاكم أشياء أكتر وأكتر وكيف ما قلت لكم في هذه الآية الدنيا الإنسان يصنع الفرحة دياله ويفرح 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 وليداته وإحنا حقا في غربة ما كانش الجو ديال العيد رح حنا اللي كنديروا الجو ديال العيد وكيف ما تنقل دايما بعيد ولا ماشي عيد رح حنا اللي كن سمحوا لي إخوتي على الصداع نحن ندين فين عنا الساكنة حدنا ندراسة ديال الطياران والطيار يرعنا بزاف تيكونوا 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 دايزين ولا هدا وتديروا الصداع بزاف ونرجعوا لموضوع ديالنا كيف ما قلت لكم الإنسان راه هو اللي تيصنع الساعدة دياله الساعدة را ما كديش عندنا ولا ما تنقلبوش عليها رح حنا كنصنعوا الساعدة ديالنا والساعدة ديالنا قد نلقاها في أشياء بسيطة كيف ما قلت لكم بحل هكا أنا ولداتي ندرت لهم غير شوية ديال الحنة وارضنا على صاحبة بنتي يعني درنا واحد للأجواء ودرنا واحد باركة ديالنا والبنيتات ديالي الحمد لله فرحوا بزاف فرحت حتى أنا يمنيتا نشوف بنيتاتي فرحانين أراها هدك هو الدنيا وما فيها الإنسان تيشوف ولداته فرحانين وتيشوفهم عاجبهم الحل راح أذكرها فرحة مقدة حتى شي فرحة ربي يفرحكم وربي يرزقكم ويعطاكم منويته وربي إن شاء الله اللي عندوش بليدات ربي يحفظهم له واللي ما عندوش ربي يسهل عليه وربي يرزق كل واحد محروم والله يسهل على الجامع كيف ما قلت لكم والله يفرح الجامع والإنسان يجب أن يكون إيجابي رغم الغربة وخال الغربة وخال الإنسان بوحديته راه مخصوش يقاس وخاصو كيف ما قلت لكم يدير واحد الجو ويفرحه ويفرحه وليداته أما الإنسان إلا بقى الإنسان مغبين وبقى تفقس فراسه والوليدات حتى هم من ساكن في حلاكك تبقى تشوفه في ذاك المنظر في حلاكك ثم ما تيتفقسه وما تكونوش مزيانين المهم دحكوا أمولها ربي وهذه هي الحنينة دي البنيتاتي والفيديو ديالي قرر بيسالي ونقول لكم إلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله وتنحبكم وتنموت عليكم وبسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر